من أقوى الأقوياء في الإسلام؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أكثر الناس قوة في الإسلام أعظمهم خلقا فقوة الخلق علامة على قوة الإيمان وحصول ثمرة الإسلام وليس الشديد الذي يصرع الناس ويؤذيهم ويكيد لهم ولكن الشديد من يصبر على الأذى ويكظم الغير ويعفو عن الناس ويحسن إليهم وإن أساؤوا ويصلهم وإن قطعوا ويعطيهم وإن منعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين